سلام الله إليكم لا تقول عفو الله عنك في من أضاف للتوحيد قسم الرابع سماه توحيد الحاكمية نقول إنه ضائم و وجاء لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل فالحاكم هو الله عز وجل فإذا قلت التوحيد ثلاثة عنواع كما قالوا العلماء توحيد رغبية فإن توحيد الحاكمية داخل الغبوبية لأن توحيد الرغبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل وهذا قول محتد منكر وكيف توحيد الحاكمية ما يمكن أن توحيدها المعنى أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أما هذا قول محتد محتدع منكر ينكر على صاحبه ويقال إن أردت الحكم فالحكم لله واحد والله سبحانه وتعالى وهو داخل كتوحيد الغبوبية لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها فهذه بدعة مضالة نعم نعم شكرا